مرت ساعات قليلة على ظهور أسماء الأسد زوجة رئيس النظام وإعلانها عن منحة مالية لجرح الجيش السوري حتى أتى رابي مخلوف ابن خالي الأسد ورجل الأعمال المعاقب دوليا بالفساد أتى مرة أخرى في فيديو مصور وأعلن فيه أن النظام يريد إقالته من المنصب من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة سيريتل للاتصالات تحدثت التقارير وكذلك في الجلسات المغلقة أن زوجة الرئيس أسماء الأسد ربما هي الحاكم الفعلي للبلد يمعن ابن خالي رأس النظام السوري بشار الأسد رامي مخلوف في ظهوره الثالث في فتح فساد النظام أكثر وهو الذي تسلق سابقا سلالم هذا الفساد وجمع ثروة طائلة قبل أن تدور عليه الدوائر ويسلط النظام ناره صوبه واللافت في أحدث فيديوهات مخلوف أنه تجاهل تماما أي ذكر لبشار بعدما التمس في تسجيليه السابقين منه التدخل لإنقاذ شركة اتصالاته سيريتل من الانهيار واللافت أيضا أنه يسهب في الحديث عن شركة تتبع لأثرياء الحرب حاولت جهات نظامية فرضها على سيريتل بالقوة فيه متغير صار وانتو بتعرفوا أما أبرز ما في التسجيل فكان حديثه عن مؤشرات انهيار الاقتصاد السوري بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار والذي يلقي باللائمة فيه على متغير حدث العام الماضي وفتحت تصريحات مخلوف باب التكهنات بشأن ما إذا كان المقصود بأثرياء الحرب والمتغيرات زوجة الأسد أسماء التي ربطها البعض بحملة ملاحقة الأصول المالية لمخلوف منذ الصيف الماضي بعد اتهام ابن خالتها مهند الدباغ لمخلوف بتأجيج النقمة الشعبية ضد شركة تكامل التي كان يرأسها والمتهمة بالفساد والمسؤولة عن بطاقة التموين الذكية كما أفادت تقارير إعلامية بأن أسماء تتحضر منذ الخريف الماضي لتأسيس شركة اتصالات بالتعاون مع أقاربها ورجال أعمال تابعين للنظام استعداداً على ما يبدو لخلافة شركة سيرياتيل التابعة لمخلوف بدراسة تقديم منحة طارئة لكل الجرحة وربط البعض ظهور أسماء الأسد معلنة سلة مساعدات طارئة لجرح قوات النظام قبل ساعات بحربها الضروس على كعتة الاقتصاد في مناطق النظام مع أقارب زوجها المخلوف إذ رأى هؤلاء أن إعلانها جاء لقطع الطريق على دعوة مخلوف في تسجيله السابق لبشار لتوزيع ما سيتلقاه من أموال سيرياتيل على المحتاجين والفقراء المؤيدين والذين بدأوا يظهرون علامات تململ وضيق بسبب الغلاء الفاحش والأزمة الاقتصادية الخانقة ويذهب مقال للديلي بيست حد وصف أسماء الأسد بالشخصية الديكتاتورية التي بدأت منذ وفاة حماتها أنيسة مخلوف في 2016 بالتحضير لتكوين إمبراطورية مالية بديلة لشقيق أنيسة وأبنائه بمن فيهم رامي ويشير المقال إلى تنامي الحضور الاقتصادي لأقارب أسماء مشيرا إلى أنها تعد العدة أيضا لخلافة ابنها البكر حافظ لزوجها في ظل امتعاد أقرب حلفائه روسيا من فساده وعلاقاته بإيران وهل يمكن أن يكون الرجل الذي دمر البيوت على رؤوس ساكنيها بالبراميل المتفجرة وهجر ملايين السوريين تتحكم فيه زوجته؟ يجاوب على هذا السؤال سلام كواكبي ضيفي من باريس الباحث في العلوم السياسية ومدير المركز العربي تفضل سيد السلام مساء الخير سوريا تعتبر من أهنى دول العالم لأنهم بقوا أربعين عاما يسرقون فيها وينهبون ثرواتها وضقيت دون انهيار الآن سوريا تنهار لأن الأسرقة تمأسست وصار هناك شبه مؤسسة للفساد وليس مؤسسة للحكم وبالتالي لا السيدة X تحكم ولا السيد Y يحكم هناك شبكة معقدة يمكن أن نتذكر عندما ننظر إلى فيلم العراب بعضا من تعقيداتها ويمكن أن نفهم بعضا من تركيباتها نذكر تماما أن سنة 1984 عندما اختلف عم الرئيس الحالي رفعة الأسد مع أب الرئيس الحالي حافظ الأسد حل الخلاف رغم نزول القوات العسكرية إلى شوارع العاصمة حل الخلاف بتعاون دولي حافظ على المافيا حافظ على العصابة فرنسا تعاونت من هو القوي هنا؟ أمريكا تعاونت سيد كواكبي لا يوجد قوي بالمعنى الحقيقي ذلكلمة ولكن المثال الذي ضربته كان فيه طرف قوي هو حافظ الأسد الآن هذه المعادلة مختلفة الآن هذه التقارير الصحفية عن قوة أسماء الأسد فيها نوع من المبالغة والتقارير أيضا التي تقول بأن الروس غاضبون على بشار فيها أيضا نوع من المبالغة أو التفكير الرغبوي نريد أن يكونوا كذلك فنعتقد أنهم كذلك إن كان الروس الذين يمسكون بيد بشار ويمنعونه على التقدم مشيا على أرض مطار حمينين على الأرض السورية إلى جانب بوتين غير قادرين على حل مشكلة عيال كما يقول الأخوة المصريين لا أعتقد ذلك ولكن النظام الروسي شبيه وبشكل أكثر تنظيما من النظام السوري يعني طريقة المافيات وتصريع المعارضين وتحكم برقاب المصانع ورقاب السياحة وكل شيء يدر أموالا في روسيا لا تختلف كثيرا عن ما يجري في سوريا دعني أطرح السؤال مرة أخرى لأنه أيضا جدلية الحكم وخلافة بشار الأسد من الأشياء التي بدأت تطرح حاليا ما هو حجم نفوذ أسماء الأسد يعني أسماء الأسد هي طموحة وهي ليست بالطيبة التي قدمت عليها خاصة من قبل وسائل الأعلام الغربية ليست بهذه الطيبة لأنها أولا لو كانت بهذه الطيبة لما دخلت في هذه المعمعة وبما أنها دخلت في هذه المعمعة ولنعتبر أنها كانت قديسة ولكنها صارت جزء من هذه المؤسسة وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب يعني هي دخلت وقبلت وانسجمت وطورت وصعدت وصفت والآن هي تصفي رجل المظام الذي هو موظف رامي مخلوف لا يملك هذه الأموال ولم يأتي بها من بيت خاله لدي الكثير من الأسئلة لذلك أقاطعك لماذا رامي مخلوف موجود على قائمة تصفية الحسابات لأسماء الأسد؟ تعرف كمان أيضا نعود إلى فيلم العراب ربما نظرة في غير محلها تؤدي في هذه الأوساط إلى تصفيات لا ننسى أن ماهر الأسد أطلق الرصاص على زوج أخته آصف شوكت وحمل بطائرة خاصة إلى فرنسا لإنقاذ حياته هذا ما قبل أن يصف آصف شوكت 2012 2013 قبل الثالث السورية جرى هذا الخلاف داخل العائلة نفسها لماذا تقول أن آصف شوكت تم تصفيته؟ كان هناك انفجار والله يعني العلم عنده أجهزة الاستخبارات طيب انفجار لم يسمع يعني طبعا التاريخ سيشف جيد أنك أتيت عند هذه النقطة نذكر أنه كان هناك انفجار في العاصمة السورية دمشق ومات فيه ليس آصف شوكت فقط آصف شوكت وقاد آخرون في الجيش قاد غير مهمون هل تتوقع أن يصل الخلاف إلى هذه الدرجة مع ربي مخلوف؟ لا أعتقد لأن الموضوع هنا دخل في صلب الأشياء البيئة الحاضنة راني مخلوف لا ننسى بأنه اكتسب شعبية معينة من خلال توزيع المال شراء الولاءات هذه سياسة خطها الرئيس الأب شراء الولاءات أسس جمعية البستان التي هي كانت ميليشيا مسلحة أيضا ولكن في نفس الوقت كانت تساعد فقراء من منطقة معينة فصار لها موالون اليوم الفرقة الرابعة التابعة لمهر الأسد اقتحمت قرية في منطقة جبل لاذقية وحرقت منازل ونهبتها بتهمة الخلاف بين الأصابات أيضا بالعودة إلى رامي مخلوف ما يخرج به رامي مخلوف في الفيديوهات المصورة إلى الآن ثلاثة فيديوهات مصورة هل هو يتحدث من موقف ضعف في الرجل أم لا يتحدث من موقف قوة ولديه الكثير ليقوله إن لم يستجب النظام لما يريد رامي مخلوف بالتأكيد رامي مخلوف لديه الكثير مما يقوله ومما ينشره وربما أيضا الرجل يخرج يشتكل بعض يقول لكنه لم يبقى له إلا أن يبكي هذه مسرحية وقد ظهرت تطور أول فيديو كان فيه نوع من اللطافة والدماثة وشبه الرجاء هناك رسائل تهديد واضحة رسائل تهديد بالشارع الموالي رسائل تهديد بالبيئة الحاضنة رسائل تهديد رسائل تهديد يمكن أن يكون لها بعض أقليمي لأنه لا نعرف إن كانت إيران من ورائه أو روسيا من ورائه لأنها تدخلت الأياد في الطبخة السورية هل لرامي مخلوف أي طموح في الحكم؟ لا أعتقد أبدا أن له طموح بالحكم له طموح بأن يستمر في النهب كان سهلا لدرجة وتجميع الأموال كان سهلا لدرجة أن تخلي عنه صعب للغاية إن كان هناك لأنه أيضا الروس آخر آخر تحديث لوزارة الخارجية أو لمتحدث باسم الخارجية نفو هذه المسألة مسألة بديل الأسد ولكن بالتأكيد سيكون هذا الأمر مطروح في مكتب من المكاتب بالنسبة للروس مكاتب الإدارة الروسية إن كان هناك بديل للأسد فمن؟ إذا الروس لم يجدوه حتى الآن أنا لا أستطيع أن أتقدم الشعب السوري محروم من المشاركة السياسية ولن يكون البديل يعني أنا أتحدث داخل أسرة الأسد من هو الذي قد يكون ربما نحن نتكلم عن احتمالات فقط أنا أعتقد أن الروس مرتاحون لبشار الأسد ينفذ ما يرغبون منه رغم بعض الخلافات التفصيلية لا تنسى أن خالد العبود وهو أمين سر مجلس الشعب توجه براسيا للتهديد وشبه شتيمة لبوتين ومع ذلك روسيا سحبت من قناة روسيا شريطا مسجلا لقاءا مع فراس طلاس يتحدث فيه عن فساد آل مخلوف وعلاقتهم بالنفط سحب الشريط بعد بثه بـ 24 ساعة نكاد نقول أن رسالة التهديد التي أرسلها هذا العنصر خالد العبود أدت مؤداها يعني أخافت القيادة الروسية أو أنها حسبت حساب حساب مصلحي فسحبت المقابلة أيضا لدينا في الخلفية مسألة اللجنة السورية مسألة الحل السياسي مستقبل سوريا بعد عشر سنوات على الحرب أنا أشكرك جزيلا سلام كواكبي الباحث في العلوم السياسية ومدير المركز العربي للأبحاث من باريس